بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثالثة في شابتر السادس سنتناول في هذا الفيديو شرح للشير سترس ان بندنغ في الحقيقة البندنغ مثل ما ينتج عنه نورمال سترس وتكون جهة مضغوطة وجهة مشدودة فإنه ينتج عنه أيضا شير وشير سترس هذا الناتج عن الشير في البندنغ فيه نوعين نبدأ بالنوع الأول الذي يسمى بالترانسفيرس شير وهو هذا المثال أو أيضا يسمى بالفيرتكل شير القانون في هذه الحالة والمعروف عادة أن الشير سترس تو يساوي الشير فورس تقسيم الأرية النوع الثاني هو ما يسمى باللونشتيدنل أو هريزنتل شير نتيجة للبندنغ بنشوف هنا أو هنا لو كان معنا ليرز داخل المادة داخل البيم فجراء البندنغ يحصل انزلاق لللييرز بعضها على البعض وهذا ما يفسر اللونشتيدنل شير حتى لو لاحظنا على هذه الرسمة فيه بندنغ البوردز بوندد توجاذر كلها لاسقة في بعض فما في حركة لكن لو خليناها نوت بوندد ففي حركة نرى فيه فراغ هنا وفراغ هنا هذا يفسر إيش؟ يفسر انزلاق اللييرز بعضها على بعض وبالتالي يفسر وجود الشير داخل المادة على الهوريزنتل هذا البيم قبل الديفورميشن جراء الفورس V وهذا افتر ديفورميشن يعني في الحقيقة هي بتكون الكروس سيكشنز بتكون ديستورتد لكن لو فرضنا انها تفضل لينية تفضل بلاين فتوزيع الاجهات يكون كالاتي بالنسبة للوريزنتل شير وايضا بالنسبة للوريزنتل شير من المعلوم انه عادة ما يكون هنا معنا التاو إيك ويك وهنا تاو إيك ويقف تاو إيك تباية تاو إيك تاو إيك تاو إيك تاو إيك لهذا نفرض انا التاو إيه و vẫnوا وتوريزنتل شير التاو إيه و billion